السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما أجوام وغشات تقريبا على كافة المناطق الشمالية دائما سحب ركامية خلال أمسية ستلتحق بالهضاب لتزداد كثفة إن شاء الله خلال الأمسية احتمال لبعض الزخات من المطر وتكون تحت وقارعود خاصة عن مناطق الداخلية الوسطى وكذلك منطقات الأوراس نفس الوضعية على الجنوب دائما تقص حرس هيسود الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب مع سحب ركامية ستنتشر على مرتفعة الوقار والتاسيلي لتزداد كثفة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب خلال أمسية أجوام وغشات على شمال الصحراء مناطق الجنوب الشرقي وكذلك مناطق الجنوب الغربي خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد ننتظر مقاييس ما بين 16 لعيدة 21 درجة المناطق الشمالية 29 درجة لولاية غردية 11 درجة لتندوف وبني عباس 35 درجة كالميقياس على الصحراء الوسطى خلال ظهيرة الغد درجة الحال القسوى تبقى فصلية معتدلة على المناطق الشمالية منعيشة خاصة على الواجهة السحلية تقرب 27 درجة بينما ترتفع الغاية 32 درجة للجلفة مع سكر غليزان وشلف 41 درجة لكل من غردية بشار كذلك تامن راسة تندوف وكذلك جونت دائما موجة حار ستجتح الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب اللي تبقى 49 درجة أما البحر خلال يوم الغد سيبقى إذن من هادة إلى قليل اتراب تقريبا على طول شريط السحل خاصة على السواحل الغربية رياح ضعيفة على كافة السواحل لن تتعدى 30 كم في الساعة شرق الشمس لصباح الغد سيكون بحول الله في 85 و29 دقيقة أما الغروب على الثامنة و11 دقيقة مساء ولأكثر تفاصيل دائما عن حول الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية تبقى في الخدمة أشكركم على المتابعة والسلام عليكم